أهلا بكم مع ختمة تصحيح التلاوة وصلنا في الختمة إلى الآية 135 من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين القاف حرف مفخم أما الكاف حرف مرقق الألف مدية بمقدار حركتين وكذلك هذه الواو وهذه الواو أيضا وهذه الواو وهذا الألف وهذا الألف لابد أن تكون مقدرها كلها متساوية كلها ميزان واحد الألف الفريقة تسقط في هذه الكلمة وهذه الكلمة التنوين أتى بعده همزة إذن تظهر نون التنوين الساكنة إظهار حلقي على طول إظهار عادي جدا أما وقفا تكون مد عوض يمد حركتين ويلحق بالطبيعي هودا هودا أو نصارى طبعا هذه هواو لينا نصارى أصاد حرف مفخم من حروف التفخيم من المرتبة الأولى أيضا لأنه مفتوح بعده ألف والراء كذلك ستكون مفخمة لأنها مفتوحة إذن الصاد والألف والراء والألف مفخمين صارى أما النون فهو حرف مرقق نحافظ على هذا الترقيق ولا يفخم مع الصاد وغيرها لا نقول نصارى هذا خطأ شائع ولكن نصى نصارى تهتدو أنتبه لهمس الهاء ونحذر من اقتراب الهاء إلى مخرج الحاء لا نقول تهتدو هذا خطأ ولكن تهتدو أما التا والدال فننتبه من خروج النفس والهواء مع الدال الدال حرف مجهور فيه جهر يعني الحباس للنفس أما التا فهي حرف مهموس فيه همس يعني فيه جريان النفس تا تا فيها نفس طالع معها أما الدال فيها صوت وليس فيها نفس دو دو وليس دو دو إذا أخرجنا نفس مع الدال تحولت إلى تا تهتدو الواء المادية طبعا حركتين والألف الفارقة لا تقرأ تهتدو قل بل ملة إبراهيم حنيفة هذه لام فعل وهذه لام حرف الاتنين حكمهم الإظهار لام الفعل هنا مظهرة لأن بعدها حرف غير اللام والراء إذن تظهر قل بل ولام بل أيضا هنا مظهرة لأن أيضا بعدها حرف الميم يعني لا لام ولا راء المهم هنا في هذه اللام في حال السكون أن تكون مظهرة بوضوح بإعطاء صفة التوسط وهذه اللام طبعا مشددة قل بل ملة إبراهيمة الباء فيها قلقلة والراء والألف مفخمين لأنها مفتوحة وهذه الياء طبعا وصلا مقدرها حركتين أما وقفا مد عارض للسكون إبراهيمة حنيفا الياء هذه مدية بمقدر حركتين وكذلك هذا الألف حركتين وهذه الياء حركتين والتنوين بعد حرف الواو يعني وصلا إضغام أما وقفا مد عوض قل بل ملة إبراهيمة حنيفا وما كان من المشركين المد الطبيعي هذا الألف وهذا الألف وهذه الياء وصلا وما كان من المشركين تسقط همزة الوصل وهذه لام قمرية والشين الساكنة نبين فيها التفشي أما الرأ فهي مكسورة يعني مرققة ولياء وقفا تكون مد عارض للسكون والنون تكون مظهرة من المشركين وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الآية 136 تبدأ بقوله تعالى قولوا آمنا بالله نفخم القاف جيدا ونقول قولوا ألف الفارقة تسقط ولا تقرأ تلتقي الواو المدية بالهمزة بعدها بين كلمتين فتمد هذه الواو مد طويل نوع منفصل تمد حرقتين أو أربعة أو خمسة قولوا آمنا أما الألف المسبوق بهمزة متحركة بالفتح فهو مد بدل يمد حرقتين وملحق بالطبيعي آمنا والنن المشددة فيها غنة حرقتين وهذا الألف مقداره أيضا حرقتين قولوا آمنا بالله تسقط همزة الوصل ولم اسم الجلالة ستكون مرققة لأنها مسبوقة بكسر بالله وهذه الألف الخنجرية هي غير مرسومة في المصاحف ولكن أنا أرسمها لكي أتمكن من الشرح عليها وصلا تمد حرقتين أما وقفا تكون عارض للسكون بالله أما وقفا بالله وما أنزل طبعا هذه ما الموصولة بمعنى الذي ولا يبتدأ بها توصل بما قبلها بين الكلمتين مد منفصل يمد حرقتين أو أربعة أو خمسة وهنا أيضا أما هذه النون فهي نون مخفاه إخفاء حقيقي لأن بعدها حرف الزاي وكذلك هنا وما أنزل وحقق كسر الزاي أنزل أنزل إلينا هذه الياء هي ياء لينة لا مد فيها لا وصلا ولا وقفا أما الألف مقداره حرقتين هنا أيضا كلمة إله عند الوقف تكون حرقتين أما وصلا فيما الطويل لأن بعدها همزة إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هنا أيضا مد منفصل كلمة إبراهيم تم تصحيحها سابقا وإسماعيل أبين همس السين وإسحاق القاف حرف مفخم أما الحاء مرقق فلا نفخم الحاء مع القاف ولا نقول وإسحاق هذا خطأ ولكن وإسحاق وإسحاق طبعا هنا في هذه الكلمات المدود الطبيعية كثيرة كلها مدود طبيعية تمد بمقدار حرقتين ويعقوب والأسباط القاف حرف مفخم ننتبه ألا تفخم الياء والعين لا أقول ويعقوب ولكن ويع ويعقوب الوو طبعا المدية مقدارها حرقتين وكذلك هذا الألف وهذا الألف وقفا الوقف على كلمة ويعقوب تكون الباء ساكنة يعني فيها قلقلة ويعقوب والأسباطي تسقط هامزة الوصل واللام الساكنة اللام القمرية تظهر والأس أبين كمان زمن السين الساكنة الطاء حرف مفخم وهو طبعا أقوى حروف اللغة العربية هذه الكلمة يرد فيها أخطاء كثيرة جدا فالبعض يفخم كل الحروف بسبب حرف الطاء فيفخم الهمزة ويفخم السين ويحولها إلى صاد ويفخم الباء والألف فيقول والأسباطي وهذا طبعا كل خطأ والبعض يرقق الطاء حتى تكون مناسبة للحروف المستفلة المرققة التي تسبقها فيقول والأسباطي وهذا خطأ والأسباطي والأسباطي نقسمها المقاطع والأسباطي ويعقوب والأسباطي هنا أيضا مد منفصل وما أوتي وما هنا هي ما الموصولة بمعنى الذي كذلك لا يبتدأ بها توصل بما قبلها باقي الكلمات كلها مدود طبيعية هذا الألف نفسه عند الوقف يكون مقدار حركتين وهذه الواو حركتين وهذه الياء وقفا حركتين هي وصلة متحركة بالفتح أوتي أما وقفا تكون الياء ساكنة مسبوقة بكسر أوتي إذن أيضا عند الوقف تكون مدية بمقدار حركتين وهذه الواو وهذا الألف وهذه الياء وهذا الألف كلها تكون مدود متساوية وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم تسقط همزة الوصل في الوصل واللام الشمسية لا تقرأ والنون المشددة فيها غنى النبيون الياء المشددة لابد أن نقرأها بنبر فتقرأ النبيون طبعا هذه الواو مقدارها حركتين واو مادية النبيون من ربهم النون الساكنة بعدها راء إضغام بدون غنى والراء مشددة بالفتح يعني مفخمة طبعا هذا التشديد أتى في الوصل بسبب الإضغام أما إن بدأت بهذه الكلمة تكون متحركة بالفتح فقط ربهم أما وصلا من ربهم من ربهم الميم الساكنة هنا تكون مظهر إظهار شفوي من ربهم لا نفرق الألف مقدارها حركتين الراء مشددة بالكسر يعني مرققة ثم القاف مفخمة نفرق لا نفرق أما وقفا طبعا تكون ساكنة يعني فيها قلقلة لا نفرق لا نفرق بين هذه الياء طبعا ياء لينة عند الوقف تكون مدلين تمدك على عارض حركتين أو أربعة أو ستة أما وصلا لا مد فيها لا نفرق بين أحد بين أحد منهم التنوين بعد حرف الميم إذن يضغم التنوين في الميم إضغام بغنة أحد منهم أما هذه النون فهي بعدها هاء إذن تظهر إظهار حلقي وهذه الميم بعدها واو تظهر إظهار شفوي أحد منهم ونحن له أبين هم سلحاء ونحن له مسلمون بين الكلمتين مد صلة صغرى تمد حركتين طبعا له مسلمون هذا عند الوصل أما عند الوقف يلغى مد الصلة ونقف على الهاء بالسكون له طبعا الواو المدية وصلا حركتين أما وقفا مد عارض للسكون والنون وقفا تكون مظهرة ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي كأوم الله وهو السميع العليم الآية 137 تبدأ بقوله تعالى فإن آمنوا النون السكنة بعدها همزة إذن تظهر النون إظهار حلقي وهذا الألف مد بدل والواو مقدرة حركتين والألف الفارقة تسقط فإن آمنوا بمثلي أحقق الكسر بمي بمثلي والثاء السكنة أنتبه أن لا تبدل إلى سين لا أقول بمثلي ولكن بمثلي ما آمنتم بين الكلمتين مد منفصل وهذا الألف أيضا مد بدل المنفصل يأخذ مده والبدل له مده ما آمنتم النون السكنة هنا بعدها تاء إذن تخفى إخفاء حقيقي أما هذه الميم السكنة بعدها باء إذن تخفى هذه الميم إخفاء شفوي آمنتم به به فقادي اهتدوا بين الكلمتين مد سلة صغرى فقادي اهتدوا تسقط همزة الوصل عند الوصل والدال هنا أصلا هي ساكنة فقادي ولكن حركت بالكسر لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين لأن هي في الأصل ساكنة وبعد أن تسقط همزة الوصل يكون الحرف الذي بعد الدال مباشرة هو الهاء الساكنة فعند القراءة من الدال المكسورة إلى الهاء فقاديه فقاديه تادوا أما عند الوقف على الكلمة أقف بالسكون وفيها القلقلة فقاديه طبعا القاف مفخمة عند البدء بالكلمة الثانية ابتدأ فيها بالكسر لأن ثالث الفعل مفتوح إهتدوا والألف الفريقة طبعا لا تقرأ فقاديه تادوا النون هنا أيضا إخفاء حقيقي وإن تولوا طبعا هذه الواوات هي ليست واوات مدية هذه واو متحركة وهذه واو لينة عند الوصل لا مد فيها مطلقا حتى عند الوقف أيضا لن يكون في هذه الواو أي مد تولوا والألف الفريقة لا تقرأ وتسقط فإنما النون المشددة غنى حركتين فإنما الألف طبعا مقدار حركتين وهذه الياء وهذا الألف الميم بعدها فاء تكون الميم في هذه الحالة مظهرة إظهار شفوي هم في هم في شقاق القاف حرف مفخم وهنا من المرتبة الأولى المفتوح بعد ألف والقاف منونة بالكسر بعدها حرف الفاء عند الوصل تكون إخفاء حقيقي أما عند الوقف تكون ساكنة يعني فيها قلقلة تقرأ عند الوصل شقاق فسيكفيكهم أما عند الوقف نقف بالقلقلة في شقاق فسيكفيك هم الله طبعا هذه الكلمة من الكلمات الطويلة في القرآن الكريم وهذه الكلمة البعض واجه صعوبة في قراءتها لأنها طويلة وفيها حروف متكررة مثل الفاء والكاف والياء نقسمها إلى مقاطع فسا يكفيك همو الحرف المتحرك بمفرده والحرف الساكن مع الذي قبله وحرف المد مع الذي قبله فسا يكفيك همو نصرع شوية فسا يكفيك همو فسا يكفيك همو هذه الياء متحركة بالفتح أما هذه الياء فهي مدية تمد من مقدار حركتين ونرعي الكاف معها الهمس فسا يكفيك همو وعند قراءة هذه الكلمة نركز على الأساس فيها وهو يكفي هذا هو الفعل والكاف هي المفعول به الأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم والهاء هي المفعول به الثاني الذين قالوا كونوا هودا أو نصارى مسبوق بحرف السين مسبوق بحرف الفاء فسا كما نقول فسوفة نفس الحكاية فسا ثم يكفيك بعدين همو فسيكفيك همو تسقط همزة الوصل في اسم الجلالة عند الوصل وتكون اللام مفخمة لأنها سبقت بضم فسيكفيك همو الله وهو السميع العليم وهو هذه الواو متحركة بالفتح أما عند الوقف تكون واو مدية تمد حركتين وهو وهو ولكن طبعا هذا ليس موضع وقف وهو السميع الهمزة تسقط واللام الشمسية لا تقرأ يعني من الواو المفتوحة إلى السين وهو الس وهو السميع هذه الياء طبعا وصل حركتين أما وقفا تكون عارض كذلك تسقط الهمزة ولكن هذه اللام هي قمرية مظهرة من العين إلى اللام السميع وهو السميع العليم أما هذه الياء فهي وصل حركتين ووقفا تكون مد عارض للسكون تمد حركتين أو أربع أو ستة والميم مظهرة عند الوقف وهو السميع العليم هذا كان تصحيح اليوم أتمنى تكونوا استفدتم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته